علينا نشوف على الله يا رب التجربة تنجح نتمنى التوفيق لمنتخب اليد المنتخب الجماعي الوحيد اللي مشرفنا على مستوى العالمية هو منتخب اليد نتمنى له اكيد التوفيق طيب هنروح لخبر تاني عن السلاح السلاح انا عايز اقول حاجة ان مش بس انت فوزك في الملعب فوزك خارج الملعب لازم يكون او في الانتخابات المنظر او الهيئات الرياضية العالمية لازم يكون بشكل كبير بدعم كبير ولازم تتوفق فيه عشان تدعم منتخباتك المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري السلاح نجح في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الافريقي وده بعد حصوله على كام 28 صوت من 30 صوت ده طبعا صورة المهندس عبد المنعم الحسيني والانتخابات عملت في العاصمة السنغالية دكار مصر ما كانتش ده دي ما كاسبها الوحيدة الانتخابات دي لانه طبعا تم انتخاب ثمان مصريين في قدوة الليجان دي عايز اقول لكم حاجة كويسة قوي للسلاح لم عمل نتائجه الكبيرة دي في الولمبيات وبطولة العالم اللي فاتت اصبح انت وجودك في الهيئات الرياضية امر اجباري والزامي ليستفادوا من خبرتك هو ده اللي بقوله يوم ما هلاقي عندنا منتخب قوي في كرة طائرة هتلاقي كوادرنا كمان الادارية في الهيئات الرياضية الكبرى لو لقيت في السلة هتلاقي نفس الكلام طول ما انت بعيد طول ما هم شايفين ان انت يعني فكرك يعني ما انت بعيد انما لو شايفين ان انت فكرك طبق وطلع بلدك في الترتيب العالمي هيقول لك لا احنا عايزين نستعين بالناس دي طبط ده وضع طبيعي انما السلاح هو لفرد نفسه طب تمانية في اللجان تمانية مصريين في اللجان الاتحاد الافريقي مين ايمان مونير النائب التاني الرئيس الاتحاد الافريقي موجود في لجنة المسابعات طيب خالد كابش عضو مجلس دارة الاتحاد المصري موجود في لجنة الانضباط سامر الشريف عضو مجلس دارة الاتحاد المصري موجود في لجنة التسويق والاتصال شايفين انتشار؟ عشان نتائج المنتخب عشان نتائج المنتخب احمد نبيل عضو مجلس دارة الاتحاد المصري موجود في لجنة الادوات احمد سامر الحكم الدولي موجود في لجنة الحكام شريف حسين المستشار القانوني الاتحاد المصري موجود في لجنة قانونية حتى المستشار القانوني الدكتور مجد الصباغ طبيب المنتخب القومي موجود في لجنة الطبية البطل اللي هون بيعلاقه أبو القاسم موجود في لجنة اللاعبين حاجة جميلة خبر ما ينفعش يتعدى لتيجك بتتحسن بتعلى كمنتخب رانجك قدام العالم بيبقى تمام كوادرك الإدارية بيتم نستاهاتهن الناس اللي نجحوه عايزينه ينجحون الاتحاد الأفريقي أو ينجحون الاتحاد الدولي تقول ما احنا بعيد هنفضل بعيد عشان كده بقول لكم بناء فريق من وجهة نظري هي الأصل هي الأساس لما تبني فريق منتخب قوي ينافس على البطلات دي في حد ذات هتعملك انتشار لكوادرك في كل مكان في هذه اللاعبة